دول العالم مجتمعة سجلت حتى اللحظة 14 مليون إصابة بفيروس كورونا إصابات موزعة بنسب متفاوتة على بلدان العالم 14 مليون تقابلها 25 مليون إصابة في إيران وحدها أمر يدعو إلى الاستغراب والدهشة التناقض في التصريحات والضبابية في الإعلان وصلت على ما يبدو إلى حالة كورونا والتي ظهرت جلية من تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي كشف عن إصابة 25 مليون إيراني بكوفيد-19 بحسب تقرير جديد من وزارة الصحة الإيرانية الأرقام الجديدة لوزارة الصحة تتناقض تماما مع أرقامها السابقة التي تحدثت عن إصابة 270 ألفا تقريبا والفرق شاسع بين الرقمين تقديراتنا تشير إلى إصابة نحو 25 مليون إيراني بالفيروس وتجيل 14 ألف حالة وفاة الرئيس الإيراني لم يتطرق في تصريحاته إلى هذا التناقض بل أشار إلى احتمال إصابة نحو 35 مليون آخرين بالفيروس في بلد يسكنه 80 مليون نسمة وأشار الروحاني إلى أن إيران لم تصل بعد إلى المناعة الجماعية في الوقت الذي تسجل فيه البلاد 14 ألف حالة وفاة جراء الفيروس هناك احتمال إصابة 30 إلى 35 مليون إيراني بالفيروس الرئيس الإيراني أشار إلى أن ما بين كل ألف مصاب بالعدوى هناك نصفهم لا تظهر عليهم أعراض المرض ولعل ذلك ما يفسر استقبال المشافي لنحو 200 ألف مصاب خلال المائة وخمسين يوماً الماضية في الوقت الذي يشهد فيه العالم كله تسجيل مليون إصابة خلال المائة ساعة الماضية سمح سيد الحدث ترجمة نانسي قنقر